السؤال الآن لماذا لا يعود النازحون السوريون إلى لبنان علما أن سوريا أصبحت آمنة كما يدعي الكثير من السياسيين اللبنانيين والإعلاميين وكما يدعي كثير من سياسي العالم حتى أولا أن النازحين السوريين في لبنان هم هربوا من مناطق ثائرة ضد النظام السوري وبالتالي فإن هذه المناطق تم اعتقال كثير من أهاليها منذ 2011 ولم يخرج منهم إلا القليل مع الجهل بمصير الكثير ممن غيبوا قصريا فلدينا في سوريا حوالي نصف مليون بين سجين ومغيب قصريا وعشرات الآلاف لا معلومات عند أهاليهم عن وضعهم إذا كانوا قضوا تحت التعذيب أو ما زالوا مغيبين في أحد السجون لا نعلم إذا كانوا أحيانا أو أموات فكيف سيعود أهالي هؤلاء المعتقلين إلى سوريا كيف سيعودون ولا زال هذا النظام يعتقل أولادهم داخل السجون أو لا يعلمون شيئا عن أولادهم الموجودين عند النظام وهل سيثقون في هذا النظام الذي شردهم ودمر بيوتهم وقتل منهم ما قتل وجعلهم يترقون أراضيهم وبيوتهم ويسكنون خيما من النايل ويذوقون كافة أنواع وأشكال الموت والظل والقهر والجوع والفقر وغير ذلك ثانيا من عاد من السوريين في لبنان إلى سوريا إما أجبر أولا على حمل السلاح أو القتال في الصفوف الأولى للجيش أو تم اعتقاله أو اغتياله أو أنه اختفى قصريا ولا نعلم عنه شيئا إضافة إلى أن هناك تغييرا ديمغرافيا يحصل لكثير من المناطق في سوريا فلا يسمح النظام السوري لسكان هذه المناطق بالعودة إليها حيث أنه قام باستبدالهم بسكان آخرين لتنفيذ مشروع تغيير ديمغرافي في هذه المناطق حتى أن هناك الكثير من النازحين من أهالي هذه المناطق موجودين في مناطق النظام والنظام منعهم من العودة إلى بيوتهم والآن يسكن في بيوتهم أشخاص غرباء آخرين